اشتركوا في القناة هو الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد العبادي ثم الآن هو مستشار ما يسمى مستشار الأمن القوم العراقي تحدث عن الميليشيات ما يسمونه بالفصال المسلحة عن هذه الميليشيات قال بالنص أن الفصال المسلحة هم حماة النظام السياسي في العراق ولديهم نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة هذا ما يقوله قاسم الأعراجي وهو مسؤول عن كلامه وهو أحد قيادات هذه العملية السياسية وقلنا هو أحد قيادات بدر وكان وزير الداخلية كان عضو في البرلمان والآن مستشار الأمن القوم العراقي في عهد مصطفى الكاطئ في هذا القول ما يدين كل العملية السياسية وما يدين الانتخابات القادمة انتخابات القادمة قانون الانتخابات القادمة اللي هو القانون رقم 36 اللي يصدروا عام في آب عام 2015 قالوا أنه هذا ينظم عمل الأحزاب وكيفية تشكيلها ورغم كل ما بين المثالب وهو قانون كسيح ولا يطبق يعني الحقيقة لكن في خصوص القول يعني خصوص الأحزاب والقول التي تشارك بالعملية الانتخابية وتشارك بالعملية السياسية اشترط أن لا يكون في المادة الثامنة إلى منع الأحزاب التي تمتلك تمتلك أسلحة أجنحة مسلحة من المشاركة في العملية السياسية وهذا طبعا يتوافق مع دستورهم الكسيح هذا الذي يعملون فيه الذي لا يطبقونه ولا يحترمونه وهو دستور مزق البلاد ومزق العراق وجعله طوائف وقوميات ومحاصصات رغم ذلك في هذا الدستور المادة الثين سبعة وتسعة يتحدث عن نفس المعنى يقول أن الأحزاب هذه يجب أن لا تمتلك أجنحة مسلحة إذا كانت تمتلك أجنحة مسلحة فلا يحق لها المشاركة في الانتخابات هذا ما يقولون طبعا القانون طبعا تجاهل كثير من الحقائق التي هي من أهمها الكشف الذمم المالية لهذه الأحزاب الأنشطة التجارية التي تشتغل فيها هذه الأحزاب منع الأحزاب التي تؤسس على نطاق طائفي أو قومي عنصري منع الارتباط بالخارج هذه كلها موجودة عموما نحن نتحدث عن قضية من يمتلكون السلاح كل القوى المشاركة بالعمل ياسيا استحدث أنه كل الأحزاب التي الآن قدمت للانتخابات قبلتها المفوضية فوضية الانتخابات قبلت ترشيحها وقبلت وجودها في الانتخابات القادمة المزمع إجراها في الشهر القادم أكثر من 80 إلى 85% من هذه الأحزاب تمتلك إلا تكون غالبيتها إلا تكون كلها تمتلك أجنحة مسلحة فإذا كل هذه القوى لا يمكن أن تشارك بالانتخابات والانتخابات غير شرعية وباطلة وفقا لقانونهم هم اللي يوضعوا وبالتالي كيف كيف يمكن قبول هذا الوضع كيف يمكن القبول بالحديث عن نزاهة حتى لو المتحدة تتحدث عن نزاهة وفرصة مختلفة وعراقية وهي كذبة كبيرة والشعب سيعاني الأمرين هذه انتخابات الميليشيات هذا واقع الحال هكذا يقولون مسؤول في مفوضية العامة للانتخابات أراد أن يبرر أو يسوق وجود هذه الأحزاب بأجنحتها المسلحة قال أن العملية السياسية برمتها قائمة على هذه الأحزاب وتطبيق القانون يعني تغيير النظام السياسي في البلاد هكذا قال يعني علينا أن نغير النظام السياسي وهذا لا يجوز يعني العملية السياسية هي هم من العراق وهم من انتخابات وهم من العدالة والنزاهة وكل هذا الذي يتحدثون به المهم أن تبقى العملية السياسية وهو هذا غاية الانتخابات التي ستجرى فإذن السلاح المنفلت السلاح بيد الميليشيات هو الذي سيحكم وسيرهب الجميع وسيرغب الجميع بالانتخابات القادمة السلاح هو المتحكم هو الذي يحدد من ينتخب ومن لا ينتخب فبالتالي عدم وجود تطبيق حقيقي لما يقولون عنه أنه قانون انتخابات قانون أحزاب المشاركة في الانتخابات أكثر من 230 ربما حزب يشارك فيها غالبيتها تمتلك أجناحة مسلحة ولا يحق لها المشاركة وقاسم العراجية يقول أنه كل هذه هالي الأحزاب المسلحة فصال المسلحة اللي هي ميليشيات ومحمات النظام السياسي في العراق ولديهم نواب في الفرلمان وزراء في الحكومة ولا يتحدث طبعا وهو مستشار ما يسمى بمستشار الأمن القومي ما دور القوى المسلحة قوة الجيش والشرطة في البلد إذا كانت الميليشيات اللي تحمل نظام السياسي وهل جاءت هذه القوى الأمنية شكلت لحماية النظام السياسي أم لحماية الشعب هذه الحقيقة فالسلاح منفلت سيبقى منفلت الكل سيخضع لتأثيرات السلاح الجهات السياسية مؤملة على نفسها بهذا السلاح بالسلاح الموجود بيد ميليشياتها التي ترهب الشارع التي تتحكم بالشارع وبالتالي لا وجودة لقانون يسمى قانون انتخابات أو قانون الأحزاء كذبة كبيرة إذن من البداية وقبل إجراء الانتخابات الحكم على انهال الانتخابات غير شرعي وفق لقانونهم هم يقولون هذا وليس نحن يعني ليس يعني من الشعب من هو رافض العملية السياسية ومن هو ضد الانتخابات هو من يقول ذلك هم يقولون يقولون أن لدينا قانون ينظم عمل الأحزاب وهذا القانون يقول أنه لا تشارك الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة في الانتخابة وهي كلها لديها أجنحة أجنحة مسلحة كلها لديها ميليشيات حاملة السلاحة ووقفة بالشارع وتحتقل وتغتال وتلاحق وتخطف وتسيطر على مناطق هكذا إذن إذن من البداية علينا أن نقول أن الانتخابات القادمة لا تمتلك أي شرعية وحديث كل السياسيين وحديث الحكومة وحديث الأمم المتحدة هواء في شبك حقيقة والغاية منه والتضليل وخداع الشعب ودفعه للذهاب إلى هذا الانتخاب والشعب يعرف ذلك لذلك الشعب مصمم على مقاطعة تاريج الانتخابات وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة